أكثر من مليون وثلاثمائة ألف متر تمت إزالتها من على ضفاف النيل والمجار المائية على مستوى الجمهورية خلال الفترة الأخيرة هذه العمليات تمت بتكلفات مباشرة من قبل الرئيس السيسي الذي صدق على قانون الموارد والري الجديد قانون يحمل عقوبات رادعة تصل لحد السجن والغرامة لمنع محاولات التعدي على مياه النهر يتعدى على المجار المائية يرضع لو مش من ضميره يبقى بالقانون والقانون قوي وهيطبك على الجميع فدي تبقى أرسالة للجميع بس الأحسن احنا بنعمل الكلام دوت عشان نأمن الناس عشان حياة الناس قمنا بجولة على ضفاف النيل لنتعرف من خلالها على آثار عمليات الإزالة بيوت وأراضي زراعية ومراكب نيلية ومرافق سياحية أقيمت بشكل مخالف على مدار عقود حاولنا التسجيل مع المتضررين من هذه الإزالات لكنهم رفضوا التصوير شهود عيان من الصيادين وبعض العاملين في المرافق النيلية رحبوا بالإجراءات الأخيرة مؤكدين أن الأعوام الأخيرة شهدت تمددا غير مسبوك على مياه النهر تعديتي إزالات أي تعني قوي بالنسبة أنه دي وقت بقى إي إزالات حكم الناس الناس ما بقيتش تعمل زي قوي ما حدش بقى يتعدى عني بتاع الهدف من هذه الإزالات هو منع التعدي على مياه النهر في إطار حملة ترشيد استهلاك الموارد المائية التي تتبناها الدولة وفي ذات الإطار تسعى الحكومة لحماية النهر من التلوث دوع آخر من الاعتداءات التي تتم من خلال إلقاء بعض المخلفات في مجرى النيل الحكومة أعلنت عن إنشاء عدد من محطات معالجة للمياه فيما طالب مواطنون بتطبيق عقوبات مشابهة على المتسببين في تلوث المياه أماية الرشيح دي نزلة في البحر كده ضر الناس بحالة ضر الفلاحين وضر السيدين قبل الفلاحيين البحر لما بيخص بيكتع السمك كل دي بيموت لحد دخل البحر وتبقى الآمال في أن تطبيق القانون بشكل راضع على المعتدين على نهر النيل بأي شكل من الأشكال سيمثل رسالة للمصريين بأن حماية النهر باتت مسألة لا تحتمل التهاون أحمد عثمان العربية القاهرة